إيران قامت بتحريك شحنات من أسلحتها المتطورة حول إسرائيل من أجل إبقاء التهديد والخطر عاليا على تل أبيب وتفاصيل هذه المسألة نشرت اليوم من قبل الأوسن ديفندر هو الذي قام بنقل هذه المعلومات من مصدر سوري المتخصص نفس هذا المصدر كان قد ذكر قبل أيام قليلة بأن هناك العديد من المقاتلين الأفغان ومن جماعة الحوثي وكذلك من الفصائل المسلحة المقربة من إيران كانوا قد وصلوا إلى مطارين عسكريين في محافظة السويداء في داخل سوريا وهو مطار الثعلة العسكري وكذلك مطار آخر وهو مطار خلخل العسكري وصلوا هم ومعهم العديد من شحنات الأسلحة المتقدمة للغاية إن كانت من الطائرات المسيرة أو إن كانت حتى من الصواريخ المتوسطة المدى المتقدمة وما هو مثير بتفاصيل هذا اليوم تحدث هذا المصدر بأن هذه الشحنات وهؤلاء المقاتلين الموجودين تحديدا في الثعلة انتقلوا على مسافة وتحركوا على مسافة 64 كم لينتقلوا إلى مطار عسكري آخر وهو مطار بلي العسكري هنا والذي يبعد 15 كم عن مطار دمشق الدولي وإذا ما ذهبنا إلى مطار بلي العسكري وحاولنا أن نقترب منه سنلاحظ بأن هناك الكثير من العلامات والإشارات بل الإثباتات على وجود الفصائل المسلحة المقربة من إيران وأسلحتها في هذا المطار وهنا تلاحظ بأننا أمام طائرات مسيرة إيرانية موجودة في هذه النقطة ولاحظ أن هذه الطائرة تحديدا وطائرات التي نراها متطابقة في التصميم تماما مع طائرة أبابيل ثلاثة الإيرانية في آخر صورة موجودة في القمر الصناعي لمطار بلي العسكري والمثير بهذه المسألة بأن وصول هذه الأسلحة إلى هذه المطارات تحديدا التي نتحدث عنها الآن وهي مطار الثعلة وكذلك مطار الخلخلة العسكري كان من المفترض وأخذت نظرة وكان ينظر بأن وصول هذه الأسلحة سيعني بأن الفصائل المسلحة تجهز لتنفيذ هجمات على مرتفعات الجولان أو حتى العنق الإسرائيلي من هذه المنطقة لكن انتقال هذه الأسلحة إلى مطار بلي العسكري أعطت صورة مختلفة الآن بأن هذه الأسلحة محتمل جدا أن تنتقل الآن إلى لبنان وأن تصل لصالح حزب الله اللبناني ومثل هذه الشحنات من الأسلحة ستكون مفيدة للغاية بالنسبة لحزب الله حيث أن إزرائيل ريدار اليوم كان قد تحدث بمعلومات مثيرة للغاية بأن حزب الله رغم كل الهجمات التي نفذها منذ الثامن من أكتوبر من العام الماضي حتى يومنا هذا بالصواريخ تحديدا وكذلك الضربات الإسرائيلية الكبيرة التي وجهت على حزب الله اللبناني بيئة طائرات وعلى مستودعات الصاروخية والبنى التحتية الصاروخية إلا أن ما استنزف من الصواريخ بالنسبة لحزب الله اللبناني عبارة عن عشرة آلاف صاروخ تقريبا أي أن حزب الله لا زال بحوزته ما يقارب المائة وأربعين ألف صاروخ من أصل مائة وخمسين ألف صاروخ أي أنه لا زال يمتلك ترسانة هائلة وكبيرة وقادر على إذاء إسرائيل إذا ما اتخذت إسرائيل القرار لزيادة طبيعة التصعيد ووتيرة الهجمات على حزب الله اللبناني على الرغم من أن إسرائيل أثبتت بأنها تعرف الكثير عن الترسانة الصاروخية والتحركات الصاروخية لحزب الله اللبناني عندما حاول حزب الله في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي الانتقام لفؤاد شكر إلا أن كانت هناك ضربات استباقية كبيرة من إسرائيل أبطلت القدرات وشلت قدرات حزب الله في تحقيق أي نجاح في الهجوم الذي كان من المفترض أن يحقق نتائجا أكبر من النتائج التي تحققت على الأرض بالتالي هذه الأسلحة أن تصل بهذه الطريقة لحزب الله اللبناني هي مفيدة لماذا؟ لأنها أولا هي ستحافظ على ترسانة الصاروخية أطول فترة ممكنة ترسانة الصاروخية لحزب الله المئة وأربعين ألف صاروخ وذلك في حالة أن إسرائيل على سبيل المثال اتخذت القرار بالهجوم البري على حزب الله حزب الله سيكون قادرا على مواجهة هذه المسألة بالصواريخ وكل الإمكانيات التي يتمتع بها بالإضافة إلى أن هذه الصواريخ مثل الصواريخ المتوسطة المدى وغيرها هي كفيلة بعملية الاستمرار باستنزاف الشمال الإسرائيلي وأبقاء المدنيين الإسرائيليين بعيدين تماما عن المناطق الشمالية وهي مسألة تعتبر نجاح بالنسبة لحزب الله اللبناني هو تمكن منذ الثامن من أكتوبر وتصعيده باتجاه شمال إسرائيل من بعاد المدنيين وأحراج حكومة نتنياهو وكذلك تكبيد إسرائيل الكثير من الخسائر الاقتصادية وحتى اضطرب الأمن بشكل كبير في هذه المنطقة الشمالية وسحب الكثير من القوات الإسرائيلية إلى الشمال من الهجوم أو سحبهم وشاغلهم بشكل كبير وبالتالي إسرائيل نوعا ما واجهت مشكلة في التعبئة في الاحتياط في قطاع غزة وفي غيرها من الجبهات وبالتالي هذه مسألة استراتيجية مهمة بالنسبة لحزب الله وحزب الله أساسا فعلا قد عاد مرة أخرى في هجماته إلى شمال إسرائيل اليوم نفذوا هجوما هو يعتبر الأعلى والأكبر منذ الخامس والعشرين من أغسطس وعادوا لاستهداف الشمال مرة أخرى والجليل الأعلى تحديدا هو الذي استهدي فتحدثت عن تفاصيل هذه المسألة الجروز المبوست التي أكدت هذا الهجوم وأكدت بأن الصواريخ لم تكن عشر أو عشرين أو ثلاثين صاروخا بل هي كانت خمسة وستين صاروخا اتجهت على كريات شمونة وعلى المناطق المحيطة بها في الجليل الأعلى وكانت اللقطات بهذا الشكل لهذه الصواريخ وهي تستهدف كريات شمونة طبعا منظومة القبة الحديدية تمكنت من صدي بعض الصواريخ البعض الآخر سقط في مساحات مفتوحة لكن بعض هذه الصواريخ سقطت على المنازل الموجودة في كريات شمونة كما نلاحظ وأصابت هذه المنطقة في نهاية المطاب بالتالي الضغط لا زال عاليا من حزب الله اللبناني وكذلك أيضا كانت هناك حرائقا في ثلاث مناطق أو مواقع مختلفة في كريات شمونة وبالتالي إشعال الشمال والنار في الشمال لا زالت تشتعل وهو الذي يبقي المدنيين بعيدين تماما عن العودة إلى شمال إسرائيل والنقطة الأساسية هنا أن تحركات الصواريخ المتطورة والطائرات المسيرة في الداخل السوري هجمات محتملة من سوريا على العمق الإسرائيلي وكذلك أيضا هجمات حزب الله المستمرة على الجليل الأعلى على الجليل الغربي أو على شمال إسرائيل بشكل عام هي تبقي الدفاعات الخاصة بإسرائيل طبعا تحت الضغط وتحت الاستنزاف وتحت المشاغلة وهي دائما وأبدا تفتح الباب لمن؟ للقاعدتين الصاروخيتين المهمة في إيران وهي قاعدة تبريز وكذلك قاعدة كرمنشا من أن تحقق هجمات عبر الأجواء العراقية والسورية للوصول عبر مرتفعات الجولان إلى عمق إسرائيل دون أن تكون هناك أي منظومات دفاعية تعترضها أو تؤثر عليها وبالتالي هذه الساحات تعتبر مهمة على مستوى حركة الصواريخ وكذلك على مستوى الاستهدافات لأنها تفتح ثغرات مهمة تبحث عنها إيران كثيرا كما فعلت على سبيل المثال في عملية الوعد الصادق وهي التي جرت في شهر أبريل تحديدا لم تكن هذه الجبهات فعالة ولكن ممكن أن تكون فعالة بشكل أكبر في المستقبل إذا ما اتخذت إيران القرار بالانتقام من إسرائيل ولا زالت مسألة التهديد الإيراني حاضرة رغم تباطئ إيران كثيرا عن الهجوم على إسرائيل حيث أن المتحدث باسم البنتاجون ذكر يوم أمس بأن لا يزال تهديد الهجوم الإيراني على إسرائيل قائما القوات الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب لذلك كذلك نائب قائد الحرس الثوري الإيراني لشؤون العمليات كان قد ذكر اليوم بأن رد إيران على مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية قادم والولايات المتحدة منتشرة بشكل كبير طبعا في منطقة الشرق الأوسط تلاحظ بأن حاملة الطائرات الأمريكية يو اس اس ثيودور روزفيلد لا زالت موجودة هنا في خليج عمان وكذلك أن إبراهام لينكين حاملة الطائرات العملاقة الأخرى التي وصلت مؤخرا في الأيام القليلة الماضية إلى منطقة الشرق الأوسط الآن هي موجودة في خليج عدن باختصار لأن حاملات الطائرات ثيودور روزفيلد على سبيل المثال هي الآن تغطي إيران بالكامل كما نلاحظ بطائرات الـ F-18 وقدراتها الأخرى وكذلك أيضا أن إبراهام لينكين تغطي الآن بموقعها الحالي وتواجدها في خليج عدن اليمن بأكملها وأجزاء كبيرة كذلك من البحر الأحمر كما نلاحظ بالتالي هو انتشار منسق والولايات المتحدة لا زالت ترى الخطر قائما ومن الممكن أن يأتي في أي لحظة وبالحديث هنا عن إيران أنها تتباطأ لا تستهدف إسرائيل لم تنتقم لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر ولكن في نفس الوقت هي تحقق الكثير على العديد من المستويات على المستوى النووية على سبيل المثال كان هناك مصدرا تحدث اليوم وهو The Free Press على أن هناك دراسة حقيقية في الداخل الإيراني ونقاشات بأنهم يريدون الوصول إلى القنبلة النبوية مع كل التصعيد الجاري في المنطقة وذكروا الآتي النقاش حول الحق في تطوير الأسلحة النووية يدور داخل أروقة الحرس الثورية الإيراني وهذا التقرير يأتي بعد أيام قليلة من تقرير صدر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت من خلاله الوكالة بأن إيران على بعد كيلو جرامين فقط من اليورانيا والمخصب للوصول إلى أربع قنابل نووية مرة واحدة لا بل أن أيضا إيران خلال هذه الفترة مستمرة في إرسال الأسلحة على ما يبدو من خلال طائرات الشحنة العسكرية مثل بويا إير التي ظهرت اليوم وهي تحلق من إيران ووصلت إلى موسكو وهذه هي طائرة بويا إير التي وصلت إلى موسكو بعد يومين تقريبا من تقرير آخر كان قد صدر من قبل بلومبرغ تحديدا التي أشار تماما بأن إيران في القريب العاجل ستبدأ بإرسال الصواريخ الباليستية الخاصة بها لروسيا لتستخدم روسيا هذه الأسلحة باتجاه أوكرانيا وطبعا روسيا بالنسبة لها لديها مشكلة كبيرة جدا وهي تقدم القوات الأوكرانية في كيرس كما نلاحظ بحسب هذه الخارطة طبعا القوات الأوكرانية تقدمت بشكل أكبر من الصورة التي نراها الديب ستيت نوعا ما outdated هو لم ينشر آخر التفاصيل لطبيعة هذا التحرك وبالنسبة للقوات الروسية الآن هي تستعد لطبيعة تقدم أوكراني ممكن أن يصل إلى مناطق متقدمة للغاية وعلى هذا الأساس الآن القوات الروسية تقوم بخلق خطوط دفاعية كبيرة بالقرب من هذه البحيرة التي نراها والتي يأتي بالقرب منها مفاعل نووي مهم تحاول روسيا من حماية هذا المفاعل من التقدم الخاص بالقوات الأوكرانية وبدأت القوات الروسية بخلق خطوط دفاعية كبيرة للغاية من أجل محاولة إيقاف هذا التقدم وإذا ما تحقق هذا التقدم تقوم القوات الروسية في نهاية المطاف بمحاولة استنزاف هذه القوات قدر الإمكان لدفعها للانسحاب قبل الانتخابات الأمريكية التي من الممكن أن يفوز فيها دونالد ترامب في نهاية المطاف وتكون معادلة مهمة بالنسبة لروسيا والأفضل لها أن تكون أوكرانيا بعيدة عن هذه المنطقة تماما وتلاحظ الخطوط الدفاعية الروسية هنا بالقرب من نفس هذه البحيرة التي رأيناها ستلاحظ هذه هي الخطوط الدفاعية ولاحظ كيف تطورت منذ الرابع عشر من أغسطس إلى التاسع عشر من أغسطس وحتى الرابع والعشرين من أغسطس وهذه الثامن والعشرين من أغسطس سلاحظ كيف تطورت الخطوط الدفاعية الروسية بالتالي الصواريخ الإيرانية مثل فاتح 360 ستكون مفيدة خاصة وأنها تضرب على مسافة 100 كيلومتر برأس حربي يصل وزنه إلى 150 كيلو جراما ستكون مفيدة في استنزاف القوات الأوكرانية فعلا تحديدا في كورسك أو أي خطوط إمداد تأتي باتجاه كورسك لدعم القوات الأوكرانية لتحقيق تقدم الأكثر بالتالي هناك كثير من المعادلات التي تلعب عليها إيران على مستوى روسيا على مستوى النووي وعلى مستوى استمرار الضغط العالي على إسرائيل